السلام عليكم أصدقائي وإياكم وانا سلاح تنسى الصلاة على النبي اشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك من كل جديد ولا تنسى اللايك للفيديو اليوم الشرطة العراقي وممثل الوطن في امتحان تاريخي أمام رفاق رونالدو من عجل بلوغ نهاي قأس الملك سلمان للعندية العربية توقيت المباراة في الساعة السادسة مثلا بتوقيت بغداد برأيكم هل قادرين على التأهل إلى النهائي أمام كريستيانو؟ بحسب المصادر أحمد صلاح وضع مناف يونس للراقب كريستيانو رونالدو هل يستطيع مناف يونس إيقاف الدون في المباراة المرتقبة بعين الشرطة والنصر؟ اختبار صعب لمنع كريستيانو كل التوفيق للشرطة العراقية وإن شاء الله الفوز والصعود للنهاي أي من يحسين يمثل القوة الجوية في الموسم المقبل نوح درويش اللاعب العراقي ينتقل إلى برشلونة رسميا تفاصيل عقد اللاعب نوح درويش مع نادي برشلونة قيمة العقد مليون 2.500 مليون يورو ويصل إلى 5 مليون يورو يمتد العقد حتى 30 يونيو 2026 الشرطة الجزاء لللاعب مليار يورو بعد ذهابه إلى نادي برشلونة أعتقد اللاعب لم يمثل العراق بعد ذلك سيكون منتخب العراق عالمي إذا أقنعه بتمثيل العراق مع زيدان أقبال ويوسف لمين وإيجاس وأيضا بني سبورت أكدت الخبر برشلوني ضمن موهب العلمانية ذات الوصول العراقي نوح درويش قادمة من فرايبورغ حتى العام 2026 أعلام الشهير أشرف بن عياد عبر حسابه الفيسبوك يراحب بانتقال اللاعب نوح درويش إلى برشلونة باللهجة العراقية هلعيني وعلم العراق وقلب استلموا لعلاعب منها استخطيئة عماد محمد للحكم الرابع يقول استبعاد بلند حسن الأول بسبب الإصابة والثاني بسبب الاستهزاء بقراري زي أنتم مو قلتوا استبعاد بلند فني هذه العبارة خبلتون بها الستالي هي طلعت إصابة واستهزاء كجماهير العراقية ما هو رأيكم بتصريح حماد محمد فجر يوم الجمعة سيلتقي رفاق العراق جيستن ميران برفاق ليونيا الميسي في ربع نهاي كأس دوريات أمريكا الشمالية ليكون بذلك أول لاعب عراق بالتاريخ هو جه ميسي القوة الجوية في مفاوضات متقدمة مع لاعب منتخب العراق شيركو كريم من أجل ضمه للفريق وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة مصطفى محمد جبري وللجماهير العراقية تشبهني بديفيد لويز بس بصراحة أنا أحب اللاعب تياغو سيلفا أحلم بتمثيل برشلونة تواجد اللاعبين مقتربين قلل من فرصتنا في التواجد مع المنتخب وقتل طموحنا نريد العدالة يا عدالة هايونت نزلت لعب واحدة أول دقايق وانطردت وباقي تلعب كراتية مدافع منتخبنا الوطن العراقي سعد ناطق يلتقي بكريسيانو رانالدو أمان طارق يوقع على كشفات القوة الجوية لتمثيل الفريق في الموسم المقبل وبعدها بساعة وساعتين جميع حسابات النادي حذفه وخبر التعاقد على أساس أنه قيمة العقد 300 مليون والإدارة مقابلة بهذا المبلغ مصطفى ناظم يرد على تسريح حمزة هاد يقول معيبة بحق لاعب الدولي سابق يقول أكل لاعبين راحوا للدور الإيراني وراح يرجعون بسايبة السايبة معي شعوائل الظاهر بعيسر ميرخاس زوسكي يتلقى أروض من تركيا وألمانيا وإدارة نادي سلوف واسكولشيكي تطلب مبلغ مليون يورو لبيع ميرخاس حسب المصادر الاتحاد العراقي يلغي معسكر مصر لمنتخبنا الأولمب العراق وينقل المعسكر إلى البصرة من أجل تحضير المباريات تصفيرات باريس كأساس طارد موهبة نالي الفيسبورغ أحمد قاسم 20 سنة متصدر الدور السويد الممتاز لو نجح كأساس بضمه واحتمال سيكون أحد أفضل لعابين في بطولة كأساسية لديه تسديدات بالقدم اليسر الجميلة وإمتاز بالسرعة وهم ولع يعمل الهجمات المرتدة على رأسهم الدون وغاب عنهم الدوسري هكذا جاء تشكيل دور ربع النهاية بكأس الملك سلمان ليندي الأبطال 3 لاعبي من نادي الشرطة آسو رستون وأحمد فرحان ومنواف يونس يوسف فوزي وقع على كشفات القوى الجوية قادمة من الكرخ بحسب المصادر المدرب العراقي باسم قاسمي تلقى عرضا للتدريب نادي الفيصل الأردني أحمد صلاح مدرب الشرطة العراقي يقول أجمل شيء في عالم كرة القدم المفاجآت وأتمنى أن تحضر المفاجأة أمام النصر قبل مواجهة الشرطة العراقي مدرب النصر السعودي لويس كأسرا يقول الشرطة يلعب كتلة واحدة في دفاع ويصل بسرعة للهجوم عن طريق الأطراف وصول الشرطة لنصف النهائي لم يكن صدفه بل لديهم كانيات عالية ولدي رأي مخالف لا يفهم في كرة القدم الشرطة يخدع الخصم وهو قوي بالهجمات المرتدة